التهاب الزائدة الدودية الحاد تشريحيا هي عبارة عن قطعة استوانية صغيرة في نهاية المصران الأعور وبداية الأمعاء الغليظة مهمتها مناعية تمنع عبر نسيجها اللمفاوي دخول الفيروسات والبكتيريا وقد قيل أن فيها ميزة تدعم هضم السللوز النباتي يحدث التهاب الزائدة الدودية الحاد عندما يسد شيء ما الزائدة الدودية مثل الفيروسات البكتيريا الطفليات أو التهابات معينة وأحيانا بسبب صدمة خارجية عنيفة يرافق التهاب الزائدة ألم حاد وارتفاع درجة الحرارة غازات وانتفاخ وحمى وغثيان في الحالات العادية يتم اللجوء لمضادات حيوية مثل الكليندامايسين أو الجنتامايسين وفي الحالات الحريجة يتم اللجوء إلى العمل الجراحي أنصح بتناول الغذاء الذي يرفع قوة وكفاءة جهاز المناعة لتجنب حدوث الالتهاب مثلا الزنجبيل والقرنفل والجنسين أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم